عزيزية طلبات وطلبات الصفل السادس الابتدائي. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشرح النموذج الحد عشر نموذج الحداشر في ملحة الامتحانات والاجابات لمادة اللغة العربية وهو خاص بمحافظة قفر الشيخ. السؤال الاول في الامتحان زي ما احنا عارفين بيبقى سؤال التعبير. وعندي تعبير وظيفي وتعبير ابداع. تعبير الوظيفي اللي هو البرقية او اللافتة او الاعلان او اي حاجة من الحاجات اللي هو بيطلبها مني دي. السؤال التاني بيبقى سؤال التعبير الابداعي اللي هو بيبقى موضوع بكتب فيه او بيديني موضوعين وبختار منهم واحد. نادرا ما بيديني موضوع واحد زي الامتحان اللي معنا النهاردة. تعبير الوظيفي اولا بيقول لي اكتب برقية تهنئة لزميلك الذي فاز بلقب الطالب المثالي وناديت في الامتحان اللي فات شكل البرقية بيبقى عامل ازاي? اما التعبير الابداعي فهو بيقول فيه وطننا امانة في اعناقنا له فضل عظيم علينا فماذا يجب علينا نحوه? يبقى هنا بيتكلم عن فضل الوطن. ونفس الموضوع ده برضو كان في الامتحان اللي فائد. ثانيا القراءة من الكتاب زي الموضوعات المتعددة والقصة. اولا من موضوع يوم لا ينسى اقرأ ثم اجب. وسرعان ما اطل وجه فاطمة وفي اللحظة نفسها دوى التصفيق الحار وتعالت صيحات الترحيب معبرة عن سعادتنا برؤيتها وحدثت مفاجأتان. هات معنى دوى التصفيق ومضاد اطلاء. دوى التصفيق بمعنى على صوت التصفيق. على صوت التصفيق. ومضاد اطلاء اختفى. هو عايز المضاد مش عايز المعنى. لان انا في امتحان محافظة البحيرة ما خدتش بالي ان هو كان عايز المضاد فكتبت معنى الكلمة وهو كان عايز المضاد. وانا بعتزل عن حاجات دي يعني ساعة ما ما باخدش بالي منها مع ان بأكد عليكم ان انتم آآ تاخدوا بالكم ما تنسوهاش. مضاد اطلاء اختفى. حدثت مفاجأتان رائعتان اذكرهما. المفاجأتين اتنين. الاولى ارتداء فاطمة كبعة بيضاء جميلة للغاية. المفاجأة التانية ارتداء التلاميس كبعات بيضاء مماثلة لكبعة فاطمة. دول كده مفاجأتين. ما الاسم الجديد للفصل? فصل القبعات البيضاء. فصل القبعات البيضاء. بعد كده سؤال القصة وبيقول لي ما قصة علي مبارك? اجب عما يأتي. ما مصدر فزع السابق واخوفه من الشيخ? اللي هي العصة طبعا. هنقول لي ان الشيخ كان دائما كاشر الوجه. قصة طبع. دي الحكة المهمة بقى? بجانبه عصة غليزة تهوي على جسد بعض الاولاد لادفه الاسباب. تمام. بعد كده بيقول لي ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. احترمت القرية عائلة علي مبارك لغناها وصرائها. غلط طبعا لغناها وصرائها لا لانهما ما كانوش اغنية على اسريع. ظل علي مبارك في السجن عشرين يوم صح? ما صفات السجان? كان طيب القلب عطوفا. اكمل خريطة الكلمة ومديني كلمة دواء. نوعها زي ما احنا شايفين فعل. معناها على صوت على صوته. صوت اي شيء بقى سواء كان تصفيق او غيره ومديني كلمة دواء على العموم. يبقى على صوته. والمضاد انخفض او انخفض صوته. الكلمة في جملة دواء صوت التصفيق داخل الفصل. دواء صوت التصفيق داخل الفصل. نكامل امتحنا في الصفحة التانية. السؤال التالت اللي معنا سؤال القراءة المتحررة. القراءة متحررة المحتوى. اقرأ ثم اجب. مصر هبة النيل. وعلينا ان نحافظ عليها ونصونها من كل. وعلينا ان نحافظ عليها ونصونها من كل سوق. ونحمي نهرها من التلوث وابنائها من المرض. فقد انعم الله تعالى على مصر بنهر عظيم. فقد انعم الله تعالى على مصر بنهر عظيم. يحمل سر الحياة وينشر الخير في كل مكان. فحافظ على سر الحياة تسعد وتسلم. تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنا نصون نحمي. مضاد الخير الشر. اكمل ما يأتي. انعم الله على مصر بنهر عظيم. اتنين نهر النيل ينشر الخيرة في كل مكان. تلاتة كيف نحافظ على نهر النيل. نحافظ عليه بان نحميه من التلوث. نحميه من التلوث. ثالثا المحفوظات. انه هو سؤال النصوص. اول حاجة طبعا الاية اول حديث ومن دين الاية. من نص نصائح عب اقرأ ثم اجب. قال تعالى. وقيل يا ارض بلع ماءك ويا سماء اقلعي. وغيض الماء وقدية الامر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. تخير الاجابة صحيحة مما بين القوسين. معنا استوت. رست. مضاد الظالمين. العادلين. الاية من سورة هود. بما امر الله تعالى الارض والسماء. امر الارض ان تبتلع الماء. وامر السماء ان تتوقف عن الامطار. ما عاقبة العاصين من قوم نوح عليه السلام. هلكوا وماتوا غرقا بالطوفان. هلكوا وماتوا غرقا بالطوفان. ما الجمال في قوله تعالى. ويا سماء اقلعي. تصوير جميل يصور السماء بانسان ينادى. وفي هذا تشخيص. او وفيه تشخيص. اجب عن سؤال واحد من السؤالين التاليين. بيدين قصتين باختر منهم واحدة زي ما قل. من نصق قويا للشعر محمود غنيم. اقرأ ثم اجب. يا شباب العلم في الوادي الامين. اشرق الصبح فهز النائمين. مصر ترجو منكم جيلا فتيا سالم البنيات المقدامة قويا. تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. المراد باشرق الصبح. دقة ساعة العمل. مضاد مقداما جبانا. ما صفات الجيل الذي ترجوه مصر كما تفهم من البيتين. ان يكونوا رجالا اقوياء شجعانا زوي صحة قوية وعافية. ان يكونوا رجالا اقوياء شجعان زوي صحة قوية وعافية. اكمل. يا شباب العلم. اسلوب ايه? اسلوب نداء. يدل على ايه? يدل على حب الشاعر لشباب العلم في ربوع مصر. يدل على حب الشاعر لشباب العلم في ربوع مصر. ربوع يعني في انحاء مصر. ما الجمال في قول الشاعر? مصر شبه الشاعر مصر بإنسان يتمنى ويطلب من نص الطماع والدجاجة اقرأ ثم أجب وشقها نصفين من غفلته إزهيك الدجاج في حضرته ولم يجد كنزا ولا لقية بل عزمة في حجره مرمية هات مراضف حضرته فناء بيته معنى حضرته فناء بيته ومضد غفلته يقزته ماذا فعل الطماع في الدجاجة ولماذا شقها نصفين ليه بقى لماذا ليبحث عن البيض الزهبي بداخلها ماذا يحدث لو انتشرت القناعة بين الناس طبعا هتسود المحبة والمواد وحيتقدم المجتمع وهيعيش الناس كلهم في سلام وأمان مع عقبة الطمع كما تفهم من الأبيات هنقول الطمع يضيع للإنسان ما قد جمع الطمع يضيع للإنسان ما قد جمع بعد كده السؤال الرابع سؤال النحو نشوف القطعة ونركز ونقرأها أكتر من مرة عشان ما نخطأش فيها إن الصبر من سماة المؤمنين والمصابرة في الحياة سبيل التفوق وبالصبر والمصابرة يحقق المرء هدفهم ويعيش تعيدا في حياته فتمسكوا يا أبنائي بهتين الفصلتين حتى يصير الصعب سهلا حتى يصير الصعب سهلا طبعا أعرف ما تحتوي خط في الفقرة السابقة أحنا قلنا اللي بيبقى فيه سؤال إعرابة سؤال استخراج إن الصبر الصبر هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة من سماة المؤمنين كلمة المؤمنين المضاف إليه مجرور وعلامة جره الياه لأنه زي ما أنت شايفين جمع المذكر سي في الحياة أبلغ حرف جر يبقى الحياة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة بعد كده عندي كلمة المرء يحقق المرء يبقى المرء هنا فيه على المرفوع وعلامة رفع الضم تمام بعد كده هندخل على الاستخراج استخرج من الفكرة السابقة خبرا مفردا بمبتدأ عايز خبر مبتدأ يكون مفرد عندي جملة المصابرة في الحياة سبيل التفوق المصابرة في الحياة سبيل التفوق فهياخد منها كلمة السبيل هتبقى المصابرة مبتدأ وهتبقى كلمة السبيل خبر وهيبقى مفرد خبر لفعل ناسخ وحدد نوع الخبر خبر لفعل ناسخ فعل مش حرف الخبر هو سهلا وحدد نوعه طبعا مفرد زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين الخبر سهلا ونوعه مفرد اللي هي في الحتة الاخيرة دي يصير الصعب سهلا ادي يصير اللي هي اساسا صارة من اخوات كانة والصعب اسمها وسهلا خبرها ونوعه مفرد بعد كده بيقول لي هات خبر لحرف ناسخ وعايز المرادة خبر بس تلحرف انا عندي انها والصبر اسمها ومن سمات ده خبرها يبقى انا عندي خبر لحرف ناسخ هي من سمات بعد كده ما يليش طبعا بين نوعه وعايز الخبر فقط اسمه مسنة هي كلمة الخصلتين بعد كده بيقول لي اجب عما يأتي المعلمون مخلصون في عملهم هدخل فعلا ناسخا وغير ما يلزم هنقول اصبح او صارة اصبح المعلمون مخلصين في عملهم لان اصبح من اخوات كانة اسمها بيبقى مرفوة اخبارها بيبقى منصوب نشوف في حاجة تاني في النحو ورا في واحدة في واحدة كمان انا اخوة تبعي اخر واحدة دي في الصفحة لعل الطالبان مجتهدان هنا بيقول لي صواب الخطأ في الجملة السابقة واكتب الجملة صحيحة انا عندي هتبقى لعل الطالباني لان لعل اسمها بيبقى منصوب وخبارها مرفوض لعل الطالباني مجتهدان لعل الطالبان مجتهدان يبقى احنا كده خلصنا النموذج الحداشر من نمازل المحافظات وهي محافظة كفر الشيخ وان شاء الله على موعد بلقاء اخر لحل المحافظة الاثناشر ان شاء الله فاتبوا معي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته